اشتركوا في القناة الكثافة السكانية هي عدد السكان في الكيلومتر المربع الواحد ترتفع الكثافة السكانية في الصحراء كيف نجد الكثافة السكانية لأي بلد؟ أحسب الكثافة في قسم عرضه 5.5 متر وطوله 9 متر وعدد التلاميذ فيه 43 لماذا ترتفع الكثافة السكانية بالإقليم الشمالي في التل؟ الوضعية الإدماجية تختلف الكثافة السكانية من منطقة إلى أخرى ولكنها ترتفع في السهول اكتب فقرة تشرح فيها هذا السند ذاكرا الأسباب والعوامل المؤثرة في ارتفاع الكثافة السكانية بالسهول طيب نمروا للحلول ضع صحيح أو خطأ أمام كل عبارة إن توزيع السكان في الجزائر غير متساوين صحيح عدد السكان في القرية يساوي عدد السكان في المدينة خطأ عدد السكان يختلف من ولاية إلى أخرى صحيح كثافة السكانية هي عدد السكان في الكيلومتر المربع الواحد صحيح ترتفع الكثافة السكانية في الصحراء خطأ كيف نجد الكثافة السكانية لأي بلد؟ للحصول على الكثافة السكانية لأي بلد نقسم عدد السكان القطر على المسافة بالكيلومتر المربع معناه عدد السكان نقسمه على المسافة طيب أحسب الكثافة في القسم عرضه 5.5 متر وطوله 9 متر وعدد التلاميذ 43 طيب المساحة تسوي الطول في العرض نحن نعرف بلي المساحة تسوي الطول في العرض طيب 9 في 5.5 تعطينا 49.5 متر مربع المسافة تخرج بالمتر المربع 9 في 5.5 تعطينا 49.5 متر مربع إذن المساحة 49.5 متر مربع الكثافة تسوي 43 على المساح معناه 43 على 49.5 متر مربع الكثافة في القسم هذا تخرج صفر فاصل 86 نسمة في المتر المربع صفر فاصل 86 نسمة في المتر المربع ثالثا لماذا ترتفع الكثافة السكانية بالإقليم الشمالي التلي ترتفع الكثافة السكانية بالشمال أو بالتل نتيجة عوامل منها العوامل الطابعية ملاءمة المناخ ووفرة السهول الخصبة العوامل الاقتصادية ووفرة النشاط الاقتصادي من زراعة والصناعة والتجارة ووجود مناصب العمل العوامل الاجتماعية وجود مختلف المرافق سبب الهجرة من المناطق الداخلية إلى المناطق التلية الوضعية الإدماجية اشرح الكثافة السكانية وكيف ترتفع في السهول طيب تختلف الكثافة السكانية من منطقة إلى أخرى ولكنها ترتفع في السهول بسبب سهولة التنقل بها وصلاحيتها للنشاط الزراعي وملاءمة مناخها خاصة إذا كانت قريبة من البحر طيب الروح للنموذج الثاني الجغرافية فصل الأول للسنة الخامسة ابتداء الجل ثاني رغم اختلاف الأنشطة فإنها تصنف إلى ثلاث قطاعات هامة ما هي هذه القطاعات ما هي المشاكل التي تعاني منها الزراعة في الجزائر اربط بسهم أغنام وأبقار وخيول الماعز والجمال تربى الدواجل توجد مصايد الأسماك في السواحل تكثر مناطق التلية تنتشر تربيتها بالجنوب للاستفادة من بيضتها ولحومها البيضة مع كل كلمة مناسبة ضع كل كلمة في مكانها المناسب الصعبة داخلية تبادل العملة السلاء المحلية نقدي التجارة هي حركة البضائع وتتم بواسطة رمز تسمى وهي نوعان تجارة تتم بالعملة وتجارة خارجية تتم الوضعية الإدماجية تنقسم الصناعة في الجزائر إلى قسمين وهي متنوعة في الجزائر وتتطلب عدة مواد أولية اعتمادا على السند أجب على هذه الأسئلة ما هي أقسام الصناعة؟ أذكر أنواع الصناعات في الجزائر ما هي المواد الأولية التي تتطلبها الصناعة؟ نمر للحلول رغم اختلاف الأنشطة فإنها تصنف إلى ثلاث قطاعات هامة ما هي هذه القطاعات؟ تصنف الأنشطة إلى ثلاث قطاعات هامة وهي الفلاحة والصناعة والخدمات ما هي المشاكل التي تعاني منها الزراعة في الجزائر مشاكل الزراعة في الجزائر الجفاف التصحر الجراد انجراف التربة والنزوف الريحي النزوف الريفي اربط بسهم أغنام وأبقار وخيول تكثر في المناطق التلية تكثر في المناطق التلية الماعز والجمال تنتشر تربيتها في الجنوب تربى الدواجن تربى الدواجن للاستفادة من بيضتها ولحمها البيضاء توجد مصايد الأسماك في السواحل طيب ضع كل كلمة في مكانها المناسب التجارة هي حركة تبادل البضاء البضائع والسلع تتم بواسطة رمز نقدي تسمى العملة وهي نوعان تجارة داخلية تتم بالعملة المحلية وتجارة خارجية تتم بالعملة الصعبة الوضعية الإدماجية يتكلم عن الصناعة أنواع الصناعات المواد الأولية تنقسم تنقسم الصناعة في الجزائر إلى قسمين الصناعة الخفيفة مثل الصناعة الغذائية والنسيجية الصناعة الثقيلة مثل صناعة الحديد والصل توجد في الجزائر عدة أنواع من الصناعات منها صناعة الآلات الميكانيكية الصناعة البيترو كيموية الصناعة الميكانيكية الصناعة الغذائية صناعة الورق والجلود والإسمنت وغيرها وتتطلب هذه الصناعات موارد أولية منها موارد أولية فلاحية كالجلود والقطن والصوف موارد أولية معدنية كالحديد والرصاص والزنك موارد أولية طاقوية كالبيترول والغاز الطبيعي والفحم الحجاري بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجمل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله